اشتركوا في القناة الفصل الثاني نماذج لاختبارات الفصل الثاني للخامسة ابتداء الجيل الثاني تربية اسلامية اليوم نحن ندرون نموذج أو نموذجين من اختبارات الفصل الثاني في التربية الاسلامية عندنا هذا النموذج الأول بعد حفظ صورة الفجر واستظهارك الجيد لها استخرج منها ما يالي أولا بما قسم الله ثانيا اسم كل قوم والنبي الذي أرسل إليهم القوم والنبي الذي أرسل إليهم الآية استخرج من صورة الفجر الآية التي تدل على ندم الإنسان المخطئ كذلك العبارة التي وصف الله بها الإنسان الصالح في صورة الفجر تمرين ثاني أكتب صحيح أمام كل عبارة صحيحة وخطأ أمام كل عبارة خاطئة الحياء علامة على ضعف الإيمان الحياء زينة النفس وتاج الأخلاق الحياء يدفع صاحبه إلى ارتكاب المعاصي الحياء من أعظم خصال المسلم الحياء الحياء يمنع المسلم من ارتكاب القبيح من الأعمال الحياء أن أرفع صوتي في وجه معلمي الحياء يكسب صاحبه حب الله ومحبة الناس تمانين اللي بعده تمانين ثالث صنف حسب الجدول عادنا الجدول فيه من آثار الإيمان من آثار التعاون الإيمان والتعاون عادنا طهارة القلب إنجاز العمل في أسرع وقت نيل رضى الله الحياء من الله توفير الجهد والمال تقوية الروابط الاجتماعية التحلي بالأخلاق الحسنة الطمأنينة في النفس الصبر على الشدائد تطور وازدهار الشعوب أضع كل عبارة من عبارة الأثية في الجدول إما في آثار الإيمان أو في آثار تعاون التمرين الرابع أكمل هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله نقاط الذي أنزلنا ويكمل الآية الكريمة إلى آخر الآية من سورة تغاب الوضعية الإدماجية لا يجوز ترك الصلاة في أي حال من الأحوال سواء كنا مرضى أو في سفر أو عند فقدان الماء لكن الله عز وجل سهل علينا كيفية أدائها بحسب ظروفنا أكتب فقرة توضح ذلك مستشهدا بحديث شريف إذن هذا النموذج الأول نذهب الآن إلى الحل السؤال الأول بماذا أقسم الله تبارك وتعالى في سورة الفجر أقسم الله تبارك وتعالى في سورة الفجر أقسم بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل قال الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هذه كلها أقسم الله بها تبارك وتعالى والقسم الصريح هو الأول بالفجر أقسم بالفجر فالله تبارك وتعالى يقسم بما شاء بخلاف الإنسان في الإنسان لا يقسم إلا بالله أما الله عز وجل الذي خلقنا يقسم بما يشاء ففي سورة الفجر قسم الله بالفجر قسم بليالي العشر بالشفع والوتر والليل سؤال ثاني اسم كل قوم والنبي الذي أرسل إليهم معلوم أن كل قوم من الأقوام السابقة أرسل إليهم نبي من الأنبياء مثلا قوم عاد قوم عاد أرسل إليهم النبي هود وقوم ثمود أرسل إليهم النبي صالح وقوم فرعون وقومه أرسل إليهم موسى عليه السلام موسى عليه السلام هذا كلهم مذكورين في سورة الفجر سؤالي بعد الآية التي تدل على ندم الإنسان المخطئ هي قوله في سورة الفجر يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي هذه الآية فيها دالين على ندم الإنسان المخطئ على ما قصر قوله تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي كذلك العبارة التي وصف بها الله الإنسان الصالح هي كون الإنسان يفرح عندما يموت ويدخل الجنة يفرح الإنسان هذا فقال الله تبارك وتعالى يا آيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي طيب سؤال اللي بعد الحياء الحياء علامة على ضعف الإيمان هذا خطأ بل الحياء شعبة من شعب الإيمان لولا خطأ الحياء الزينة النفس وتاج الأخلاق صحيح الحياء يدفع صاحبه إلى ارتكاب المعاصي خطأ الحياء من أعظم خصال المسلم صحيح طيب الحياء يمنع المسلم من ارتكاب القبيح من الأعمال صحيح الحياء يمنعك من ارتكاب الأعمال القبيحة والمعاصي الحياء أن أرفع صوت في وجه معلمي خطأ الحياء يكسب صاحبه حب الله ومحبة الناس صحيح هذا صحيح سؤالي بعده ضع العبارات الأتية في الجدول هل هي من آثار الإيمان أم من آثار التعاون طهارة القلب طهارة القلب من آثار الإيمان إنجاز العمل في أسرع وقت هذا من آثار التعاون نيل رضا الله تبارك وتعالى من آثار التعاون نتعاون مع بعضنا البعض من أجل نيل رضا الله الحياء من الله هذا من آثار الإيمان توفير الجهد والمال هذا من آثار التعاون تقوية الروابط الاجتماعية من آثار التعاون التحلي بالأخلاق الحسنة من آثار الإيمان الطمأنينة في النفس من آثار الإيمان الصبر على الشدائد كذلك من آثار الإيمان تطور وازدهار الشعوب هذا من آثار التعاون طيب أكمل الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه نكفر عنه سيئاته وندخله وندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم طيب نمروا للوضعية الإدماجية اكتب فقرة توضح فيها أهمية الصلاة وكيفية أداء صلاة المرضى والمسافر وفقدان الماء مثلا أداء الصلاة في وقتها فرض على كل مسلم والصلاة حبل أو رابط بين المسلم وربه فلا تسقط الصلاة عن المسلم مهما كانت الظروف لكن يمكن للمريض أن يصلي في أي هيئة يستطيعها سواء جالس أو متكئ أو إيماء برأسه فإيماء برأسه للركوع والسجود فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب بارك الله فيكم نمر للنموذج الثاني الآن عندنا صنف صنف هذه السلوكات في الجدول الجدول فيه من الاستقامة ليس من الاستقامة إفشاء السلام رد الأمانة النميمة الحياء الغش السب والشتم الصدق في القول والفعل التعاون مع الأصدقاء أضعوها في الجدول إذا كانت من الاستقامة أم ليست من الاستقامة ثمانين ثاني سطر على العبارة الصحيحة نقضت قريش صلحة الحديبية الجذيبية ثانية تم فتح مكة في السنة التاسعة أو الثامنة بعد الهجرة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في العشرين من رمضان أو ذي الحجة فحطم الأصنام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم علي بلالا أن يؤذن فوق الكعبة تمنين لبعد أكمل بمعلومات صحيحة علي بن أبي طالب هو وهو أول ورابع لعلي رضي الله عنه في قلب بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بقي علي رضي الله عنه في مكة لي أكمل استشهد علي رضي الله عنه في شهر سنة وهو في طريقه إلى ودفن ب تمنين لبعد أربط بسهم بين كل كلمة من سورة الغاشية ومعناها الغاشية آنية ضريع لاغية نمارق مصفوفة اسم يوم القيامة نبات شوكي شديدة الحرارة وسائد كلام لا فائدة منه مرتبة نربط بين كل عبارة وما يناسبها الوضعية الإدماجية المسلمون إخوة لذلك فالتخاصم والتنازع بينهم ممنوع وإذا حدث خصام بين طرفين وجب الإصلاح فيما بينهم اكتب فقرة تشرح فيها مفهوم الصلح وفوائده مستشهدا بآية كريمة نمر على الحل التمنى الأول صنف العبارة التالية في الجدول إفشاء السلام هذا من الاستقامة رد الأمانة من الاستقامة النميمة ليست من الاستقامة الحياء من الاستقامة الغش السب الشتم هذا ليس من الاستقامة الصدق في القول والفعل هذا من الاستقامة التعاون مع الأصدقاء هذا من الاستقامة تمانين الثاني نقضت قريش صلحة الحديبية العبارة الصحيحة هي الحديبية تم فتح مكة في السنة تم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة تم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة طيب العبارة الثالثة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في العشرين من رمضان في العشرين من رمضان فحطم الأصنع صح أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن فوق الكعب الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بلال وليس علي العبارة التي بعدها علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب هو من العشر المبشرين من الجنة علي بن أبي طالب هو من العشر المبشرين من الجنة وهو أول من أسلم من الأطفال علي هو أول من أسلم من الأطفال ورابع الخلفاء الرشيدين لعلي رضي الله عنه مكانة عظيمة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي مكانة عظيمة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بقي علي رضي الله عنه في مكة لكي لا تشعر قريش بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بقي علي في مكة لكي لا تشعر قريش بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد علي رضي الله عنه في شهر رمضان استشهد علي في شهر رمضان سنة أربعين للهجرة سنة أربعين للهجرة وهو في طريقه إلى صلاة الفجر ودفن بكوفة طيب تمرين اللي بعد اربط كل عبارة بمعناها الصحيح الغاشية هي اسم يوم القيامة الغاشية نربطها مع اسم يوم القيامة آنية شديدة الحرارة آنية شديدة الحرارة ضريع ونبات شوكي لا يسمين ولا يغني من جوع ضريع نبات شوكي لاغية هو كلام لا فائدة منه نمارق هي الوسائد مصفوفة أي مرتبة الوضعية الانجية اكتب فقط تشرح فيها مفهوم الصلح لذلك ممكن ان يقول الصلح هو نشر التسامح بين المتخاصمين فالمسلمون اخوة لذلك فالتخاصم والتنازع بينهم ممنوع واذا حدث خصام بين المسلمين وجب ان نصلح بينهم يقول الله تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فوائد الصلح كثيرة فالصلح ينشر المحبة ويكسب الحسنات ويرفع الدرجات في الاخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا باعجاب وجامل الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا